أقرضت صديقة لي مالاً وقامت بيرجاع جزء منه وبقي معها منه ألفان لم ترجعها ومرت سنوات على ذلك وآخر مرة قلت لها قد سامحتك وليس من إكراه وإنما رضا مني فهل على هذا المال زكاة فترة التي لم تعطيها الفترة التي بقيت فيها ديناً إن كان هذا المال بقي لعدم قدرة الإنسان على الوفاء بأن كان معسراً أو كان مماطلاً فإنه لا زكاة فيه وأما إذا كان هذا كالمال الذي في الحساب الجاري متى ما أراده حصله ولو كان يتأخر يوم أو يومي لكن يحصله قريباً إذا طلبه فهذا يزكيه كما يزكيه المال الذي في الحساب الجاري